ونحاول نتكلم على الظاهرة دي ونكون جزء من المساهمة في القضاء عليه عايزة عرف التنمر ده مبدئياً إيه ده وفقه عند الشخص المتنمى طيب هو الأول عايزة بس أن يستفرق ما بين التنمر وما بين حاجات تانية هما بيفتكروها تنمر وهي مش تنمر التنمر عشان يكون بالمعنى القوي بتاعه ده اللي يستاهل العقاب ويستاهل ويستاهل وكده لازم يكون مقصود يعني أنا قصدى أن أنا أضر اللي قدامي أوقعه أنا فعلاً متدايق من اللي قدامي مش عايز له الخير مش عايز له بتدايق لما بشوفه بخير وكويس أو ناجح أو بشوفه أحسن مني في حاجة فأنا قصد أن أنا أضره القصد ده ممكن يكون بشكل شعوري وممكن يكون لا شعوري يعني شكل شعوري يعني أن أنا قاعدة خطط ودبر وتكتت خطواتي إزاي هوقع البني آدم ده ولا شعوري العكس اللي هو أنا بدره وبقوله دايماً كلام محبط وبحاول أن أنا أعمل فيه حاجات توقعه بس أنا مش عارف أنا بعمل كده ليه فده اللي هو شعوري بتاعلم النفس اللي هو أنا بتدايق لما بشوف البني آدم ده أنا مش عارف اللي هوات ده لما بشوفه كده بحس وأنا مش فاهم يعني الشخص التالي ما عملش أساساً حاجة ليه وممكن يكون كمان ما يعرفنيش أو ما تعملتش معاه بس أنا متدايق من حاجة وأنا مش فاهم إيه هاي ده المعصوب فكرة الاستلطاف أو عدمه دي موجودة أنت بتحبي حد أو ما بتحبهوش وده وارد أنت تحولت لفكرة الأزى هي دي القصة بالضبط يعني أنا ليه مشاعري ما أقدرش حدي حاسبني عليها ولا أقدر أحاسب حدي على مشاعره لكن أقدر أحاسبه على سلوكه أنا ما أقدرش أقول لي بني آدم أنا عاقبك عشان أنت ما بتحبش حتى لو أخوك حتى لو أبوك ما فيهوش إجبار ولكن أنا قادر أعاقب بني آدم أو ألومه على سلوكه اللي هيعمله حب أو ما تحبش دي قضيتك لكن سلوكك مع البني آدم إزاي تضر أو ما تضرش لا دي مش قضيتك ما ينفعش لازم ما تضرش لكن اللي مش تنمر إيه بقى فيه ناس معندهاش ذكاء اجتماعي أو مثلا بنقول عليها إيدي دبش ترمين الكلام بيثبت الكلمة أو أو يعني نفسه يبقى دمه خفيف فيمسك واحد كده هو ده فكهة القعدة بتاعته قال يعني هيدخفت عليه الناس وهو أساسا ده موتقيل ده ما بيبقاش مقصود على فكرة يعني هو مش قصد يضر البني آدم هو بس ما تضربش من صغره أو ما وقعش في طريقه ناس شيك في التعامل الناس إلوبها حلوة يتأثر بيها ويعرف إزاي يتعامل مع الناس فده مش تنمر ده عيب تربية عيب صحاب عيب ما حدش قال له خد بالك اللي انت بتعمله ده بيدي الناس إحنا ممكن نهزر بطريق أشيك أو أن انت هلاش تدب الكلام كده عارف فيه ناس بتدب الكلام كده أو حتى في الهزار يعني ما عندوش الزكاة الاجتماعي اللي يفهم الشخصية بتتقبل لحد فين في الهزار يا ده ممكن نحطه تحت بند الهزار الباية بالزبط ده مش تنمر التنمر علشان يبقى تنمر حقيقي وعشان يعاقب عليه القانون فعلا المفروض يكون مقصود ده حتى يعني في حاجة اسمها القتل العمد والقتل اللي مش مقصود فكرة صبق الإصرار يعني بالزبط عشان يبقى تنمر بمعنى الكلمة لأن خد بالك وممكن الأمة تتنمر على بنتها وهاي مش واخدة بلا فهل فيه أم أصدق در بنتها مستحيل فده مش تنمر ده عدم ثقافة عدم زكاء اجتماعي في التعامل عدم دراية بسيكولوجية الآخر مين اللي هيقبل مني الحاجة دي مين اللي مش هيقبلها كل واحد ينفع معاقي بيبقى كده طيب القضية بتاعتنا النهار دا اللي هي التنمر دي حابت تقول إيه الدوافع بتاعتها دا ليه أسباب كتيرة جدا ممكن يكون حد أصلا تم التنمر عليه ومتعليكش من ده أو معرفش يتعامل معا صح فلما بعد شوية كنت ليه هو بيتنمر عن ناس يعني عملت عنده عقدة بيحاول يطلع على غيره وارد وارد مش كل الحالات في حد تاني عنده نقص فعايز يلفت الانتباه اللي هو يعني ايه هو عنده نقص في حتة معينة فهو لما يجيب البني آدم التاني دا ويرخم عليه أو يديق أو الحاجات دي قال يعني هيوقعه وهو اللي هيظهر هو اللي هياخد الانتباه ممكن يكونوا شلت صحاب مثلا في المدرسة في الشارع في الشغل وحد محبوب واخد الانتباه من الناس فالشخص التاني اللي عنده النقص دا يقصد يطلع المحبوب دا بصورة مش حلوة قال يعني الناس هتكرهه واته مو